تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوات من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقلكم تشتركوا فيها حلقة اليوم مع واحدة من أجمل مباريات دور الأبطال في السنوات الأخيرة واحدة من أقوى المباريات أكتر كثاف وحدة وعدم توقف بخلق الخطر ولكن الفريق اللي خلق خضورة أكتر هو اللي خسر باتكلم عن مباراة باريس سان جيرمان وباير ميونيك وقبل ما أدخل بتفاصيل اللقاء لازم أكون عادل وأحكي تكتيب كرت القدم شيء مهم أفكار كرت القدم شيء مهم تخلق فرص في كرت القدم شيء مهم بس الأهم من كل ذلك أنك تقدر تسجل باريس سان جيرمان اليوم فاز بفاعليته باريس سان جيرمان بالشوط الأول اليوم على سبيل المثال سدد تسديدين سجل هدفين ربما خلق أربع فرص سجل ثلاث في المقابل بايرن كان عنده أضعاف هذا الرقم وسجل هدفين الفعالية جزء أساسي بحسم أي أمور في كرت القدم هذا الشيء والشيء الثاني بايرن هذا اللي بنشوفه القوي جدا هو بايرن السوداسية اللي جايب سوداسية تاريخية ما جاب غيرها إلا برشلونة تاعة جوارديولا واللي بيذكر برشلونة جوارديولا بيذكر أنك حتى لما كنت تفوز عليه كنت تطلع تعبان مرحق مش قادر تكمل حتى تروح على بيتك والجميع حيشكك دائما بأنك والله ما استحقت الفوز لأنه هو دائما حيبدو الأفضل دائما حيكون الأخطر دائما اللي أقرب لمر معك مما كنت أنت عليه صعب جدا تهزم فريق بقوة بايرن من دول ما تطلع بالإرهاق والاستنزاف اللي شار في سان جيرماني اليوم ربما هنزف لك نفسه اعترف بخطأه الأول والأبرز واللي قلب اتجاه المباراة بشكل كثير كثير خطأ استخدام سولي ولوكاس هرناندز خطأ واضح نتاجه بدل بواتينغ وديبيز أول شيء وأبسط شيء أنه هدول الاثنين بواتينغ وديبيز لعبوا نهائي السنة الماضية يعني ما عندهم رهبة إشي اسمو نايمار وإنبابي لعبوا ضدهم بتوقعوهم بيعرفوا شو ممكن يعملوا هذا بالبداية وشيء الثاني هذا الشيء أضر الفريق من حيث السرعة الاثنين اللي برأ أسرع من اللي قدام فالفريق من حيث خط الدفاع كان أبطأ فأخذ الوقت واطلقى صدمه وصدمته بنفس المشكلة فبعدين فلك صحح أخطأه التغيير يتغير كثير الفريق صار أفضل بالسرعة صار أفضل بالارتدال من الدفاع للهجوم لأنه بواتينغ وديبيز أحسن فلك اعترف بخطأه لكن بعد ما اطلقى الجولين وبالنسبة لي باريس دخل محكوم عليه بالدفاع المطلق اليوم لا أكثر من سبب السبب الأول أنه بلحب ضد بايرن بايرن اللي قوة افتكاكه للكرة رهيبة جدا وضغطه ورغبته بافتكاك الكرة ما بتتوقف تسعين دقيقة ولا يقته ما بتخلص هذا الشيء الكل متفق عليه والشيء الثاني أساس من أساسيات كرة القدم عشان تعرف تصعد من الخلف للأمان الظاهرين أو محورين وسط ممتازين يعني لازم يكون عندك على الأقل شيء منهم وليوم بلعب باريس دخل بدون الطرفين لا فيراتي ولا باريدس في الوسط وعلى الأطراف أيضا ما كان موجود عنده لا فلورنزي ولا كورزاوا الأربع اللي متعود عليهم يصعد فيهم فالطر يلعب بأسماء مختلفة ما فيهم ولا واحد بيقدر يصعد بالكرة مع فريق بيضغط كثير مع فريق ما بيتوقف مع فريق قوي بدنيا وقوي أيضا من حيث سرعة الضغط العكسي بصير محكوم عليك تعيش الحصار اللي عاشوا سان جيرمان فالوضع خير نحكي مكان غير متوقع ما بقدر أقول أنه الفوز كان اليوم تفوق من بوكتينو على فلك طبعا هذا يعني كلام حيكون غير عادل أبدا لكن بقدر أقول أنه بوكتينو أظهر علامات من الشجاعة أول شيء بتكلم عن فريق الصعب عنده أيضا ماركينيوس أهم لاعب عنده في خط الدفاع كله وهو قائد الفريق الحقيقي في أرض الملعب عمل تبديل سريع ما تردد دانيول يرجع ينزل هريرة ما فكر كثير هذه أول شجاعة عنده الشجاعة الثانية إخراج بين الشوطين لديالو ونزل بيكر الشاب الهولندي ما فكر قال لك والله بل كربنا وفقني ما سلنا الحظ يخدمه نزل اللاعب أفضل دفاعيا من ديالو أسرع شوي وبنفس الوقت أحسن شوي على الكرة مش الظهير الأيسر الأسطوري لكن أفضل من اللي كان في أرض الملعب فهذا يحسب له أنه يدفع بهذا الشاب ويتجرب ومن الجرأ أيضا أنه من أول الشوط الثاني سان جيرمان صار أكثر حدة على البحث عن المساحة في الأمام يعني صار نشوفه بلعب كرات أطول وأكثر وضوحا بطل يحاول يصعد بالكرة بشكل تقديد لأنه خلص فقد الأمل وصار أشجع أنه يرمي كرة في المساحات إراهن على إبابي عديمارية عنايمار يرميها أكثر ومنها جاء الهدف الثالث ومنها جاءت خطورة قبلها يعني حاول المقصود في الموضوع أنه قام حاصر ما عنده لاعبين معينين بنفس الوقت بالعبضة تخصم قوي جدا أفضل منه من الناحية البدنية والتكتيكية لكن بظلوا يحاول وأنا من الناس اللي بحب المدربين اللي بظلوا يحاوله لما تلعب بايرون منيخ واحدة من أهم المشكلات الكرة بتوصلهم دائما بحاول يبحثوا عن أحد الأطراف اليمين أو اليسار كومانو ثاني برفعوا سرعة اللعب بشكل كبير جدا بصعدوا الأظهر بعدين بتشوف أنه كل اللعبين عم بيتحركوا كقطعة شترنج واحدة كلهم مع بعض عم بيتحركوا كل واحد عم بيعطي خيار تمرير لإله وبنفس الوقت الخطوة اللي بعدها متحضر لها فريق بلعب لخطوطين للأمام بشكل جماعي غريب جدا فريق بيلعب بكثافة هجومية رهيبة بسرعة رهيبة ما بينقطع أبدا للأمام هذا الشيء بيخلي المواجهة فعلا صعبة يعني أنت عشان تقدر تواجههم لازم يكونوا لعبتك بخط الدفاع والوسط ممتازين بالواحد لواحد عشان كوبانو ثاني ما يحاولوا يفتحوا المساحات بمهارتهم هذا أولا وثانيا لازم تكون قوي مدنيا لأنهم مستعدين يحتكوا ولازم تكون قوي بالهوالة لأنهم ممتازين وفوق كل هذا كله لازم يكون الجميع متمركز صح وبعد ما تخلص كل هذا لازم تعرف تصعد بالكرة صح عشان هيك بحكي لما تلعب ضد بايرن الحالي بذكرني بشيء من لعب ضد برشلونة ما بحكيش مين أفضل من الثاني بس ضد برشلونة جوارديولا أنه عشان تهزمه لازم تقدم مباراة 100% ويبتسم لك الحظ شوي وحارسك يتقلق شوي ويطلع لك لعب فلت في المباراة شوي مش سهل أبدا تلعب ضد بايرن ولما تهزمه هتطلع دعبان كتير هتطلع مرهق والناس ما حد تقول عنك أنه والله كنت الطرف المتفوق 100% بس هذا طبيعي بكرة الخدام بتمر كل فترة فريق زي هيك وبنعرف هذا الفرق دائما لها عمر وهذه هي مشكلة القمة ما حدا بكمل فيها بكرة الخدام ممكن الناس بتحكي ديفيز شو الفرق طيب لما نزل ديفيز فرق بكثير أشياء فرق أولا بسرعة ارتداده للدفاع أفضل من لوكاس هرناندز فبالتالي كان دائما لما يرتد أسرع هذا معناه أنه بقدر يقدر يقدم أكتر ثانيا أول ما تفتك الكرة من بايرن ديفيز كان دائما من أوائل الناس اللي بيطلعوا بالكرة السرعة التحول من الدفاع للهجوم ارتفعت أيضا شيء آخر مهم جدا ديفيز خير نحكي ممكن يخفف الضغط عن كومن لوكاس هرناندز مدردد بالصعود أو هو دوره هيك هو طبيعة اللاعب هذا هو فكومن لما يكون لوحده بتراكموا عليه لعبة سان جيرمان باثنين بالثلاث لما ديفيز كان يصعد بطلوا يقدروا يعملوا هذا الشيء زي ما كانوا يعملوا مع لوكاس لأنهم دائما في عقلهم ممكن كومن يلعب لدييفيز ودييفيز خطير أيضا بهذا الوقضاء فيعني خير نحكي كان خيار فلك في هذه النحية بذكر لبعض قرارات كلوب يوم أمس لما قيد روبرتون وآرنولد وخسر كثير في اللقاء ورغم فوز باريس سان جيرمان لكن كانت واضحة معاناته اليوم بالهواء بالكرة الهوائية يعني بايرون ينخ سجل هدفين منهم مبدئيا وهدت ثلاثة أو أربع مرات إضافيات منهم هذا من ناحية الأهداف بس بس أيضا تبحوه بكل مناطق الملعب بأنهم دائما عم بفوزوا بالكرة الهوائية وهذا الشيء ساعد بايرون يفتك الكرات أكثر يسترد الكرات أسرع وبنفس الوقت كان عم بيستخدمها لصناعة اللعب يعني كنا نشوف بعض الكرات الطويلة اللي يطلع فيها لعب بايرون يهديها لأمام كيميتش أو جرويتسكا ويطلع تبلش الهجم من أول جديد بنصف ملعب سان جيرمان فالكرات الهوائية صراحة يعني بايرون أعتقد فازي جونب بسبعين أو خمس سبعين المئة من الكرات اللي بالهواء وهذا الشيء بمعناه أنه بايرون محتاج يشتغل أكتر طبعا مش هيقدر يصير زي بايرون بس محتاج بلقاء الإياب يلقى حلول لهذا الفرق لأنه نتيج 3-2 مش نتيجة حاسمة من الأشياء اللي أيضا بدي أضيفها لبوكتينو برجع أقول ما بقول أنه بوكتينو هزم فلاك يعني ما كمية هاي الفورة ساعة بايرون بس برجع أقول أنه حاول قد ما يقدر تنزيلة كين بدل دي ماريا بوقت معين بالعادل المدربين بيترددوا يطلعوا اللعب للخبرة اللعب عنده رجومية أكبر اللعب المتعود على دور أبطال أوروبا أكثر وينزدوا لاعب زي مويسكين لسه مش معروف دي يضل بسان جيرمان ولا يرجع على إفرتون ولا يروح على الدور الإيطالي لكن هو بيعرف شخصية كين هذا الشي يحسب له نزل اللاعب مستعد يحرق نفسه بدنياً ب20 دقيقة نزل اللاعب مستعد يركض شاف الرتم كثير ارتفع على الجهة اليسرى عن بايرون فكان لازم ينزل اللاعب يستهلك من لياقته ب20 دقيقة ما يمكن يستهلك ولعب آخر بشوت كامل فنزل هذا اللاعب اللي هو مويسكين كان خيار يحسب لبوكتينو حتى التبديل الأخير بيرافينيا بنيمار كمان أيضاً كان رجل مش عم بيخلي أي لحظة شاف نايمار مععد قادر يتحرك كان لابد من اللاعب حتى لو دقيقتين لازم أركض فيهم ما أراهن أنه ضل دقيقتين بس لنهاية المباراة خطوات يعني خيار نحكي بكتينو عمل اللي عليه بناء على قدراته على طريقة استيعابه الفريق وتطور الفريق تحت إيده لساته مدرب جديد أمام فريق جاهز فريق فايز بالسلسية عمل اللي عليه بشكل كويس جداً وقدر يعني خيار نحكي طلع بالفوز على المستوى الذهني الفريقين كانوا جبارين اليوم صراحة مش واحد لاثنين باريسان جيرمن من لما تأجى 2-0 أجى الأول 2-1 ومهتز ولما أجى 2-2 وما يعني نحكي نحكي إنه ارتعب لأنه بالعهدل الفرق اللي بتصير فيها تستسلم لا قوة ذهنية كويسة لآخر لحظة في اللقاء رغم إنه شايف إنه بايرل مش عم بتوقف بإنه يهدد مرمى تحسب له وبالمقابل بايرل لما تتلقى الهدف الأول مبكر ثم تتلقى الثاني وما تتوقف على إسلوبك وتآمن بإسلوبك بس تجري تبديلات لعب بلعب وتكمل تكتيكيا وضغطا وكثافة بنفس الإسلوب وترجع إلى 2-2 وترجع تتلقى هدف وترجع تكمل فرص لآخر لحظة والفرص كلها عم بتضيع وما تتوقف بضيع فرص لا قوة ذهنية رهيبة جدا عندها دون الفرقين ممكن أختم بإني أحكي أن هذه المباراة بتخليك تحترم مفهوم الجودة الفردية بجانب اللي تكلمنا فيه بالجمعية والتكتيك وكل ذلك يعني بايرل اليوم مع النحية الجمعية والتكتيكية أفضل هذا الشيء لا نقاش فيه بس بالنهاية لحظات خارقة تمررتين من نايمار إمبابي بلقطتين يعني واحد أخذها من نايمار وواحد اللي وحده فعليا تصرف فيها وسجل وتألق رهيب من نفاس أكيد طبعا عن بايرل ناير لكن عم بتكلم عن فهم أنه فيه فرد أو فردين أو ثلاثة ممكن يتحولوا للاعبين خارقين في اللحظات الحاسمة وفي مباريات دور الأبطال أنت محتاج هذا اللعب الخارق اللي يظهر ويفرج معك بلحظة هون ولحظة هون حتى لما تكون سيئ ما يخليش الفارق في الأداء هو الأساس يخلي هو الفارق بشانيك ربما لو كان لباندو بسكي ما وجود اليوم كان هتفرق وربما يعني لازم دائما الفرق الكبيرة تفكر أن دور الأبطال ممكن تجيبوا مرة أو ممكن تنافس مرة بأسلوب جماعي وتكتيكي لكن الاستمرارية وأنك تظلك موجود اللعب الخارق كثير بوفر عليك صراحة بوفر عليك جهد بوفر عليك حتى مدربين بعض الأحيان يعني نشوفنا لعبين معينين شالوا فرق فمثل إمبابي اليوم يعني فرق لوحده على مباراة باتجاه بايرل مية في المية رايح على بايرل هو بس حولها بشوي بالهدف الثالث ودهها لباريس فعني هذا الشيء مخلينا نوقف أنه قال جودة الفردية لازم نظرها لنحترمها مهما تقدمت كورت القدم بجماعيتها وتكتيكها وذكاءها الاصطناعي والبيانات وكل هذا اللي بيخلي الفرق كله كتلي واحدة حيث لدائما في فرد ممكن يوجه كل اللقاء لاتجاه آخر لا نقاش أنه باريس سان جيرمان مات أهل لكن أيضا لا نقاش أنه باريس سان جيرمان أخذ قطوة نحو التأهل الحقية بس لما نرجع نتذكر شكل بايرم ينخ كل لاعب عنده خيارين ثلاث لتمرير وأول ما تتحرك الكرة بتحرك كل فريق مرة ثانية وبتصير فيه ثلاث خيارات تمرير أخرى لما تشوف الكثافة اللي كانت عم تنحط نحو منطقة الجزاء لما تشوف الشخصية القوية بتقول باريس سان جيرمان مطالب مرة ثانية تسعين دقيقة أخرى يحاول يكون فيها عهل الفاعلية لأني ما أعتقد أنه هيكون فعلا هو الطرف الأفضل صعب جدا تتخير أنه بأسبوع ينقلب المستوى الفني تماما لكن أتوقع أنه باريس سان جيرمان المفروض يظهر بشكل أفضل من اليوم بشوي لأنه إذا ظهر بنفس الشكل مش ضروري الفرص اللي باعت نوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت مع محمد عوال موجود في يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتويتر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة